امكانية قيام ميدان ثالث في المستقبل القريب بعيدة بحسب اراء العديد من الخبراء الذين استطلع اراءهم مركز المبادرات الديمقراطية في العاصمة كييف واعتبر هؤلاء ان الاحتجاجات الواسعة يمكن تنظيمها بسيطرة غير مباشرة من قبل روسيا او القوى السياسية الموالية لها في اوكرانيا واعتبر اكثر من سبعين خبيرا ادلوا برأيهم ان العدوان الروسي كانت نتيجة السلبية الرئيسية للميدان فيما كانت التغييرات على مستوى المجتمع المدني اكبر الايجابيات بالاضافة الى اسقاط نظام يانوكوفيتش واعادة التكامل الاوروبي وتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي من بين السلبيات التي عددها الخبراء الفشل في تحديث وانشاء مؤسسات اجتماعية جديدة والضعف في مجال محاربة الفساد كانت هناك تغييرات كبيرة في المشهد السياسي بعضها جاء عقب انتصار ثورة الميدان الان انا لا ارى تهديدا باحتكار السلطة انجاز الثورة الاساس هو الحرية اشتركوا في القناة